أقرب الأعمال اللي قمت بإخراجها إلى قلبك وعقلك طبعاً المال لبنون زي ما قلت رحمتك زئاب الجبل ليه بقى؟ زئاب الجبل فندم كان مسلسل دراما جوا دراما يعني كان بطولة الفنان كان صلاح قبيل توفي بعد 18 مشهد جيب داله الفنان عبدالله غيس بعد 80% من العمل توفي أيضاً فكان صعب أنه نجيب حد ثالث فلجأت إلى الأستاذ محمد صفاء عمر الله يرحمه وقلنا عايزين نعيد الحكاية فعملنا مشاهد بالدبلير الدبلير يعني حد يلبس مكان الأستاذ عبدالله غيس ونعمل المشاهد الصعبة ثم لجأت شعرنا كبير الأستاذ عبدالله أبنودي عشان أنا لمصورتش النهاية فعايز يقول لي نهاية المسلسل عايز المورال بتاع المسلسل فالأستاذ الأبنودي بعبقرية شديدة كتب ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم والسود على كل ظالم جميل فيه كمان من الأعمال الجميلة اللي أنا بعتز بها مسلسل ضوء الشارد ضوء الشارد لأنه أنا بعتبر أن ضوء الشارد عادة للشخصية الصعيدية هيبتها بعد أن كانت مصار للسخرية في الأفلام السينمائية القديمة فإدر الأستاذ صفاء عامر يبرز شخصية رجل الصعيدي الفارس النبيل ترجمة نانسي قنقر